إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون أحمده وهو المحمود خقا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم سلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوسيكم عباد الله بنفسه بتقوى الله العزيم وأحسكم على تعاته أما بعد أيها المؤمنون الكرام ها نحن نعيش في اليوم الأخير من العام الميلادي 2021 وغدا بإذن الله هو اليوم الأول من العام الميلادي الجديد 2022 جعله الله عام خير وبركة من مراحل سيرك إلى الآخرة فكن على حزر إخوة الإسلام إن أهم ما نودع به هذا العام ونستقبل به العام الجديد هو محاسبة النفس فنتصفح ما صدر منا من أفعال فإن كانت محمودة دينياً أمضيناها وأتبعناها بمثلها ودمنا عليها وإن كانت مضمومة دينياً استدركناها بالتوبة وانتهينا عن مثلها في المستقبل في خطبته يخصنا سيدنا إمام الله عليه السلام على محاسبة النفس بصفة دائمة فيقول أزوركم في جوارحكم كلها وفي أفعالكم فأحسنوها ولا تقبحوها ويقول أيضاً ثم أوسيكم يا أصحابي وصحابياتي بأن تقصروا وتغتسلوا وتنزفوا في الدنيا وذلك خير لكم بأن تقصروا في الآخرة بأن تقصروا في الآخرة بأن تقصروا في الوحسن وعندهم ليس لديهم أقصروا فيها وقي إيطاناً وإنسانCOM للإجابة وإنسان طرف المتخارجة لطفق نزيفه وإنسان طرف الجبال من دامنا وفي الأحammers وإنسانان لدفعياتي نريد أن يداني وإنسان سوى المحاسب وإنسان تقصروا في الآخرة وكذرون القبار يجربون إلى اليوم وعندهم وإنسان في طرق 2021 ترجمة نانسي قنقر 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 تقول للميزاء أيضا والمقادة والمقادة والمنعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احمده حمدًا كسيرًا طيبًا مباركًا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم مباركًا عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين كما بعد أجوها الأحبة المسلمون قال ابن القيم رحمه الله المخاسبت أن يميز العبد بين ما له وما عليه فيستسحب ما له ويؤدي ما عليه لأنه مسافر سفر من لا يعود وإن من أهم ما يجب أن يتنبه إليه العبد في حال توجعه العام حقوق العباد التي في أهدته من دين أو ودعة أو إعارة أو أمانة أو أي حق من أي نوع من الخقوق ويتهد في ردها إلى أصحابها أو التحلل منها فوراً وأن مماطلة إرجاع الحق إلى صاحبه ظلم على ظلم حتى ولو كان يتحجج بأن الأمر في يد القانون كما يحصل كسيراً بين المستجر مثلاً والمؤجر إن حقوق العباد أمرها عظيم قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية إنكم ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تحتسمون قال يا رسول الله أيكرر عن لنا ما يكون بيننا مع حواس الزنوف قال نعام ليكررن عليكم حتى يرد إلى كل ذي حق حقه وقال سيدنا الله عنهى ترجمة نانسي قنقر 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 بالحديث لا يttكد لا يريد الإرطان هناك تتفلك الممارسات ومرأس لا يجب أن نظر الأنسال يجب أن يتفلك نظر الأساس والحديث يقول السبب هذا اليوم هو سعيد الممارسة عندما يتفتنا يبقى السنة ويتنزل لذلك إذاً można اعنى وانه رضي، وأعتقد أن تلك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر